السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين القراءة ومتابعة قناة من الآخر خلاصة لأول مرة زرنا في القناة ريت تشترك في القناة بضغط على الزر الأحمر أسهل الفيديو مكتوب على الاشتراك او سبسكرايب اعمل لك الفيديو وفعل زر الجرس لكل جديد باستمرار معكم محمد نور الدين خلالنا نتكلم عن ترتيب فرقة الدور الإيطالي وترتيب الهدفين وعد مباريات اليوم السبت 21-11-2020 وبداية الجولة السامنة من الدور الإيطالي النهاردة كان عندنا ثلاث مباريات لاتزيو قدر يفوز على كروتوني 2-0 سيبيزا تعدل أمام أتالنطا 0-0 ويفينتس فاز على كلياري 2-0 واحرز أهدفين هو كريستيانو رونالدو في الديئة 38 وفي الديئة 42 غدا بإذن الله عندنا 1-2-3-4-5-6-7 مباريات استكمال الجولة السامنة من الدور الإيطالي أما الآن تعرف على ترتيب فرقة دور الإيطالي بعد مباريات اليوم السبت وبداية الجولة السامنة في صدر الترتيب ولسه ملعبش ميلا في المركز الأول بعد اللعب 7 مباريات ب17 نقطة يوفينتوس في مركز الثاني برصيد 16 نقطة سيصله في مركز الثالث ب15 نقطة نابولي في مركز الرابع ب14 نقطة روما في مركز الخامس ب14 نقطة أتالنطا في مركز الثالث ب14 نقطة ولاتسيو في مركز السابع ب14 نقطة أيضا انتر ميلا في مركز سامن باثنشر نقطة وهلاس فيرونا كذلك في مركز تسع باثنشر نقطة سامب دوريا في مركز العاشر بعشر نقاط وكالياري في مركز الحدي عشر بعشر نقاط ايضا سيبيزيا في المركز الثاني عشر بتسع نقاط وفيرونتيني في مركز ثلاث عشر بثمان نقاط بولونيا في مركز رابع عشر بست نقاط برما في مركز الخمس عشر بست نقاط بينفينتو في مركز سادس عشر بست نقاط تورينو في مركز سابع عشر بخمس نقاط جنوى في مركز سامن عشر بخمس نقاط أودونيزي في مركز التاسع عشر بأربع نقاط وكوروتوني في مركز العشرين والأخير بنقطتين أما عن ترتيب الهدفين ففي صدارة الهدفين بعد انتهاء مباريات اليوم وبدأت الجولة السامنة كريستيان رونالدو تربى على الصدارة مرة أخرى في المركز الأول لاعب يفينتوس كريستيان رونالدو بثمانية أهداف تساوى معه السلطان إبراهيموفيتش لاعب ميلا بثمانية أهداف وممكن يسجل بكرة محدش عارف في المركز الثاني أندريا بيلوتي لاعب تورينو بستة أهداف فرانشيسكو كابوتو لاعب ساسولو خمسة أهداف في المركز سالسك ومعه جواو بيدرو لاعب كالياري وروميلو لكاكو لاعب إنتر ميلان وجيوفاني سيميوني لاعب كالياري في المركز الرابع لخاندرو غميز لاعب أطلانطا بأربع أهداف وتشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو وفابيو كوالياريلا لاعب سامب دوريا وجوردان فريتو لاعب روما ولوطر مرتينيز لاعب إنتر ميلان وموريايلا لاعب أطلانطا وهيرفين غلوزانو لاعب نابولي وروبيرتو سوريانو لاعب بولونيا وكاستروفيل لاعب فيورنتينا المركز الخامس من نصيب دومونيكو براردي لاعب سسولو بسلسة أهداف يتساوى معه مختريان لاعب روما وجيانالوكا لابدولا جيانالوكا لابدولا لاعب نفينتو وسيمون نوانكو لاعب كوروتوني خلنا نتعرف على ترتيب صنوع الأهداف بعد انتهاء مباريات اليوم السبت وبداية الجولة السامنة في صدرت صنوعة الهداف اللاعب مختريان لاعب روما سنع أربع هداف في المركز الثاني ألفارو مراطة لاعب يوفينتو سنع ثلاثة هداف وكريستيانو بيراغي لاعب فيورنتينا ودريس مرتينيز لاعب نابولي ونيكولا باريلا لاعب انتر ميلان ورافاييل لاياو لاعب ميلان وفيدريكو تشيزا لاعب يوفينتوس وروبيرتو سوريانو لاعب بولونيا وفي المركز الثالث أليخاندر غوميز لاعب أتلانطا سنع عدفين ودومونيكو براردي لاعب سوسولو ودوفان زباتة لاعب أتلانطا وإيفان بريسيتش لاعب انتر ميلان وخسيا بالو مينو لاعب أتلانطا ومورييل لاعب أتلانطا ولورنزو بيلغريني لاعب روما وماتيو بوليتانو لاعب نابولي وفيدريكو دي ماركو لاعب هلاس فورونا وغابرييلي زابا لاعب كالياري وفي فودا لاعب تورينو وماتيا زاكيني او زاكيني لاعب هلاس فورونا متابعي الكرام كان معكم محمد نورو ديمين قناة من الاخر الخلاص قادرنا لكم ترتيب فرق الدوري الايطالي ترتيب الهدفين ونتائج مباراة اليوم السبت 21 11 2020 مع بداية الجولة السامنة اشترك في القناة فعل زر الجرس اعمل لايك الفيديو نراكم فيديو اخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته